اشتركوا في القناة للترم التاني اتكلمنا عن او استعرضنا معنى الموضوعات اللي هتم شرحها بالتفصيل في خلال الترم ان شاء الله وخدنا جزء صغير من الاجزاء وهي عملية المعاهدات والاتفاقيات التي تمت في مجال النقل للجول اتكلمنا فيها عن ما المقصود بالمشارقة وما هي الاتفاقيات اللي تمت اتفاقيت ورسه اتفاقيت شكاغه وغيرها من الاتفاقيات بعد كده اتكلمنا عن الحجزات وقلنا ان الحجزات ليست شرط معناها حجز التذاكر فقط بينما الحجزات بتتم في جميع مجالات التي تخص السياحة والصفل اتكلمنا كمان عن انواع الحجزات وقلنا ان احنا عندنا اربع انواع من الحجزات استعرضناهم مع بعض الحلقة اللي فاتت قلنا الفرق بين الحجز بالهاتف والحجز بالهاتف النقال واتكلمنا عن الحجز بجهاز الحجزات الاخرى والحجز الادي ووقفنا عند الحجز بالهاتف النقال نتكلم عن الشركات والمعنى فبالتالي احنا هنستعرضهم سريعا ونكمل كلامنا او نكمل دراستنا عن هذا الموضوع انواع الحجز اذا ما حضراتكم شايفين او فاكرين من الحلقة اللي فاتت عندي اربع انواع من الحجز حجز بالهاتف واحنا قلنا الحجز بالهاتف ده الحجز اللي بيتم عن طريق الشخص او المسافر يتصل به شركة طيران او بمكتب الحجز وبيتم الحجز هاتفيا تاني حجز الحجز بجهاز الحجزات الآلي احنا قلنا ده موجود في وكالات السفر والسياحة الخاصة بالشركات وبيتم عن طريقها ادخالها عن طريق الكمبيوتر عملية الحجز بعد كده اتكلمنا عن الحجز الآلي وقلنا ان من خلال تطور الانترنت اصبح هناك المقدرة اني اقدر ادخل كفرد وعمل على سيط الشركة او موقع الشركة واعمل عملية الحجز بنفسي واقوم بحجز كل ما يتعلق بالبرنامج السياحي اللي انا محتاجه رابح حاجة الحجز بالهاتف النقال ودي النقطة اللي احنا وقفنا عنها من ده المرة اللي فاتت وان الحجز بالهاتف النقال ده الفرق بينه بين الحجز بالهاتف وان الحجز بالهاتف النقال ان بعض شركات السياحة والطيران وضعت في الموبايلات الحديثة او التليفونات الحديثة مواقع لها او ايقونات خاصة بها بحيث ان انت لما تعود تحجز عند هذه الشركة بتدخل على الايقونات افتحها تبقى وصلت لسيرفر الشركة او موقع الشركة دي الحجز بالهاتف النقال طبعا الحجز بالهاتف النقال مسته انه بيكون اسرع وانه بيكون يقدر ان انت تحجز في اي وقت طيب ولكن الحجز بالهاتف النقال احنا قلنا عبارة عن ايه ان الشركة بتحط الصيد بتاعها على التليفون طب هل كلنا عندنا تليفونات حديثة طب هل كلنا عندنا نقدر نتعامل مع الايقونات دي او نقدر نتعامل مع انه نفتح وعمل عملية حجز طبعا لا عشان كده النوع ده من انواع الحجز مش مش انتشر الا في قاعدة رجال الاعمال لان رجال الاعمال هم اللي بيحتاجوا نتيجة شغلهم المستمر العديد من الحجزات ممكن يكون اكثر من حجز في اسبوع او اكثر من حجزين في اسبوع وبالتالي الخدمة دي بتخدمهم هم كفاءة اولى طيب ليه بقى المكاتب الحجزات ما بتفضلش هذا النوع من الحجز يعني السؤال هيقولك لماذا لا تفضل مكاتب الحجز او مكاتب السفر او مكاتب ايا كان هيقولك مكاتب مكاتب السياحة مثلا اه لا لا تفضل الحجز بالهاتف النقال نجي نشوف بقى التعليل ده مع بعض التعليل بيقولك لا يتوقع استخدام هذه الخدمة من قبل وكلات السفر ليه نشوف لانها مكلفة طبعا مكلفة ليه لان انا قلت لازم يكون عندي موبايل حديث معنا كده ان انا لازم اشتري موبايل بكم الف جنيه عشان خاطر بس ادخل على موقع الشركة فدي مكلفة تاني حاجة لانها ما بتقدمش او ما بتعرضش ما بتقدرش تعرض كل الخدمات اللي الشركة بتقدمها او الوكالة بتقدمها اللي هي عدم شموليتها لكافة الخدمات يبقى انا عندي لو قال لي ليه شركات اه الحجز بالهاتف النقال مكتصر على رجال الاعمال او ليه مكاتب السياحة والسفر لا تفضل استخدام هذا النوع من انواع الحجز هنقول له عشان حاجتين عشان مكلف لان طبعا قلنا عشان لازم موبايل حديث وعشان لا يشمل جميع الخدمات يعني انا ممكن نحجز من خلاله تذكرة طب انا عايز احجز الفندق هدخل انا كفار ده احجز ازاي لازم الشركة اصلا هي اللي تقوم بعملية حاجز ولا ادخل على صيد تاني لفندق اعمل عملية حاجز خاص طب افرد الفندق ده مالوش علاقة بالشركة ما بتتعاملش مع الشركة يبقى تحصل مشاكل يبقى عيب استخدام الهاتف النقال حاجتين انه مكلف وانه لا يشمل جميع الخدمات اللي الشركة او الوكالة تقدر ان هي تقدمها طيب بالنسبة للحاجز هل انا او الشركة بتقوم بالحاجز بمزاجها لا ده فيه ضوابط ولوائح لازم ان انا كموظف في شركة طيران لازم اتلتزم بها في اسناء عملية الحاجز طيب نشوف ايه هي الضوابط دي او القواعد دي اول حاجة اداء الحاجز كما يطلبه العميل مع مع مراعاة القوانين يعني ايه اداء الحاجز كما يطلبه العميل مع مراعاة القوانين يعني انا بشوف العميل عايز يحجز ايه؟ وأنا بحجزها حسب طلبه هو. يعني ايه حصل الطلب هو? يعني هو طلب مسلا تذكرة درجة اولى. مش هاجه اقول له لا طب لو انت اخدت درجة سياحية اه هتكون ارخص في الساعة. انا ماليش دعوة بالكلام ده. ده الحجز كما يطلبه العميل او كما يريده العميل. عايز حجز درجة اولى احجز له درجة اولى. عايز حجز درجة رجال اعمال احجز له درجة رجال اعمال. عايز مسلا مجموعة سياحية الشباب وعايز حجز اه مجموعة شبابية احجز له تبع نوع الحجز بتاع المجموعة الشبابية. يبقى اول قعدة اداء الحجز كما يطلبه العميل. طب تاني قعدة اعطاء خلي بالكم. اعطاء الشركات الاسماء الصحيحة وارقام الهواتف. بمعنى انا اسمي واحد اتنين تلاتة يبقى انا لازم اتديله الاسم بالزبط. طب ليه الحتة دي? يعني وليكن مثلا اسمي علي محمد ابراهيم مثلا. خلاص? انا جيت لما اتصلت بالشركة او عملت عملية حجز كتبت علي متولي اللي هو الشهرة بتاعتش. ما كتبتش محمد ابراهيم. تذكرة السفرة تطلع باسمي مين? علي متولي شخص اسمه علي متولي. هل لما اجي انا هطلع الطيارة وهقدم جواز السفر بتاعتي عشان اخد تأشير. هل التذكرة اسمها نفس اسم الجواز السفر? ده علي محمد ابراهيم متولي وده علي متولي فقط. يعني الاب اسمه متولي. معنى كده ان ده شخص وده شخص اخر. عشان كده لازم اعطي الاسماء صحيحة. سواء كان فردة او فردين او اكثر من الافراد. كمان لازم اعطي كمان الشركة ارقام الهواتف. ليه? ليه? عشان لو حصل اي خطأ او اي اضطرابات او كده الشركة تعرف تتواصل معايا. هل ارقام الهواتف بس ان انا بديها للشركة? لا. ده انا كمان بديهم عنواني. بديهم بتاعي. لان الايميل ده سابت وضروري ان انا لازم ادي للشركة. لان الشركة كم اعمل عملية الحجز. معادش التذكرة يدوية. التذكرة الكترونية. طب التذكرة الكترونية دي هتوصل لي ازاي? على الايميل بتاعي وانا هطبعها. يبقى اول قعدتين? اول قعدة. العميل اللي يطلبه انا في سهوله. تاني قعدة ان انا ادي بياناتي للشركة بطريقة صحيحة. طيب القواعد اللي بعد كده مش مش دول بس القواعد. التالي قعدة القيام بالحجزات الاخرى. يعني ايه القيام بالحجزات الاخرى? طيب. لما يجي الفرد او تيجي الفوج السياحي او منازم الرحلات او ايا كان الشخص اللي بيحجز. عايز يقعد الفوج السياحي ده في فندق اربع نجوم. فلازم انا احجز له فندق اربع نجوم. عايز ياكل الفوج السياحي ده مسلا اه في مركب سياحي يوم في وسط البرنامج السياح. يبقى لازم احجز له المركب اللي هيعمل عملية اه الاكل عليه. هي مسلا هيعمل رحلة سياحية اليوم التالت من البرنامج السياح. يبقى لازم انا اكون حاجز المركب اللي هيقوم بالرحلة السياحية. عايز يدخل مسلا مزار من المزارات في يوم معين. يبقى انا لازم احجز التذاكر بتاعة المزارات. يبقى انا كرجل خاص بشركة طيران والسياحة لازم اعمل او انافس كل الحجزات اللي بيتم او اللي بيتم الاتفاق عليها. مسلا برضو مثال اخر. اه الشخص اللي حاجز عندنا ده عايز سيارة شخصية نوعها كزا. والسيارة ده ايه تفضل معاه الاربع تيام بتاع البرنامج السياحي بتاعه. يبقى انا كشركة مسؤول ان انا احجز له السيارة اللي هو عايزها. والنوع اللي هو عايزه او الموديل اللي هو عايزه. ويفضل معاه طول الفترة البرنامج السياحي. طيب ايه كمان من القواعد اللي ممكن يستعمل او ممكن نتكلم فيها السؤال عن الوجبات والمقاعد. طبيعي جدا. مش كل الناس بتاكل وجبات زي بعضها. في ناس مثلا وجبات نباتي. في ناس ما بتاكلش اسماك. في ناس ما بتاكلش الحوم. في ناس مثلا اه بتاكل صيامي. خلاص. يبقى لازم احدد الوجبات مع العميل اللي هو طالبها. لازم احدد. طيب افرد العميل قال لي اه مش فرقة. اه الوجبات المتاحة انا ممكن اقولها. خلاص يبقى الوجبات اللي موجودة على الطيارة هي اللي هتم تنزلها للعميل. ولكن افرد العميل قال لي لا انا صايم. انا عندي انا مثلا سيامي زي الكبطيين. يبقى لازم اكلهم هيبقى لهم اكل معين. لا انا ما بقولش اللي اغدار. لا انا ما بقولش اللي الحوم. لا انا ما بقولش الا كزا. وهكزا. خلاص? كمان لازم اسأله على المقعد. ليه اسأله على المقعد? لان في ناس بتحب تعود جنب الشباك في الطيارة. في ناس ما بتحبش تعود جنب الشباك. بتعود في 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 النص. في ناس بتدخلق من النص تقول لك لا انا عايز اعد برة نحية الكريدور او المسافة اللي بين الكراسي وبعضها. يبقى انا لازم اسأل الاشخاص عن الوجبات والمقاعد. في ناس تقول لك ايه? انا ما بحبش اقعد في الكراسي اللي ورا. انا بحب اقعد في الكراسي اللي قدام وهكزا. يبقى انا خلي بالك بقى بنعيد اهو. بنفس طلبات العميل. مسؤول عن الحجز في اي حجوزات اخرى. آآ باسأل عن الوجبات وعن المقاعد. خلاص? طيب ايه تاني كمان? اعلام الشركة بالامراض لدى العملاء. طبعا الشركة ما تعرفش حضرتك عندك ايه? مريض سكر مريض ضغط في مرض كزا في مرض كزا. لازم تعلمهم بالامراض. ليه بعلمهم بالامراض الموجودة للفوج السياح اللي معايا? عشان احنا عندنا اسعفات اولية على الطيارة. بس الاسعفات الاولية ده ممكن تكون مش شاملة مرض معين. فلازم اعرفهم ايه هي الامراض? عشان يحطي لي اسعفات اولية تكون شاملة جميع الامراض اللي موجودة لاي زرف من الظروف حصل اي ازمة صحية لاي عميل او اي راكب من الركاب الموجودين. كمان عدم القيام بحجوزات مزدوجة. يعني ايه عدم القيام بحجوزات مزدوجة? يعني انا ما ينفعش احجز مسلا كرسيين باسمي. ما ينفعش احجز. اروح ادخل عالنت احجز كرسي مسلا رقم مسلا سري بي. وابتصل عالشركة عشان ااكد الحجز يقوم هو حجز لي ما يفهمنيش او معامل حجز مسلا فور دي. ده ما ينفعش. طيب ازاي اتلافوا الحتة دي? عن طريق الحجز بالانترنت. بتجد لما تيجي تاخد الجزء العملي لعملية الحجز بتجد ان في الصفحة بتاعة المقاعد عندك فيها تلات الوان. عندك المقعد لونه ابيض مقعد لونه برتقالي مقعد لونه ازرق. طب انا ايه ايه الالوان دي? المقعد الابيض معناه انه مقعد لم يتم حجزه. يعني مش محجوز يعني انا يتاح ليا ان انا ايه? اعمل عملية حجز له. اضغط عليه. مقعد برتقالي معناه ان انا حجزه ولكن لسه ما اكدتش. يعني ان حجزه ممكن اغيره. فبيتم مقعد البرتقاني بيبقى لونه برتقاني لحد ما اعمل سيت او اعمل اوكي. لو عملته اوكي يتحول للون الازرق. يبقى المقعد الازرق المقعد اللازي. تم تأكيده. لما انا بقى افتح الصيد ولاقي مقعد ازرق واجه اضغط عليه الصيد مش هيرضى يفتحه. ليه? لانه اصلا اتحجز. يبقى هيضغط لي على الكراسي اللونها ابيض. كمان من ضمن القواعد دي لازم اتقيد بالقوانين الخاصة بعمل اه حجز الطيران. طبعا القوانين دي اللي مقصود بها القوانين اللي اه الايات حطيتها والاكاو حطيتها. والقوانين دي اكيد انا كشرك الطيران عارفها وعندي كتيبات لها. فلازم اتقيد بهذه القوانين. كمان لازم برضو من ضمن القواعد اعلام العميل باي تغيرات تطرق. يعني ايه? يعني مثلا انا حجزت انا كعميل حجزت مثلا يوم الثلاثة الساعة اربعة الضوء. اربعة العصر. طيب. اي مشكلة في الجو. حصل مثلا التراب في الجو. اه اه اتقلب الجو. شيتة شيتة ما ينفعش الطيران يطلع فيه. حصل اي ظروف. يبقى انا لازم اعلم الاعضاء او الركاب اللي هيركبوا معايا في الطيارة بتاعت اربعة. ان الطيارة هتتاجل معادها. او هيتلغى معادها النهاردة وتتاجل اليوم تاني. واعرفهم السبب. كمان اداء الحجز على الرحلة. وخلي بالك من الحتة دي. على الرحلة. والدرجة المطلوبة والتاريخ المطلوب. يعني انا عايز احجز التلاتة الساعة اربعة. مجيش احجز له اللي اتنين الساعة ستة. تمام? يبقى انا بحجز على التاريخ اللي هو عايزه او اليوم اللي هو عايزه. كمان بحجز على الدرجة المطلوبة. هو احنا عندنا تلات درجات اساسية احنا قلناهم قبل كده. اللي هم الدرجة الاولى اللي هي الفرست كلاس. والبزنس كلاس اللي هي درجة رجال الاعمال. والاكونومي كلاس اللي هي الدرجة السياحية او الدرجة الاقتصادية. بحجز حسب الدرجة اللي هو يطلبها. يبقى انا بحجز حسب الدرجة والتاريخ اللي هو عايزه. وحسب الرحلة اللي هو عايزها. يعني هو عايز يروح من القاهرة مسلا لبلد مسلا الامارات. ما اقولوش ايه? لا ده انا عندي مسلا في قطر آآ اليومين دول في عندي مطشط آآ كورة ومعرفش ايه وايه وايه فتعال روح قطر حسن. مليش دعوة بحاجة زي كده. هو عايز الرحلة من القاهرة الامارات بنفز له الرحلة او بحاجز له الرحلة من القاهرة الامراض. دي القواعد اللي احنا لازم نلتزم بيها. طيب. اجي بقى ادخل في الشغل نفسه. عندي محتويات الحجز. محتويات الحجز بتشمل حاجتين مهمين قوي. اللي اقى نسخة المسافر زي ما احنا شايفين كده. وبطاقة الحجز اليدوي. يبقى محتويات الحجز ما اجي اتكلم فيه هتكلم عن حاجتين. نسخة المسافر وبطاقة الحجز اليدوي. نسخة المسافر خليك معايا كده. هي دي نسخة المسافر. البيانات اللي مكتوبة فيها بقى ايه مكتوب هنا اسماء المسافرين. لازم طبعا يتكتب اسماء المسافرين في النسخة اللي انا هديها للمسافر. مكتوب هنا حاجة اسمها سجل المراجعة. اللي هي ده عبارة عن وهنتكلم عنه بالتفصيل دلوقتي حالة اللي بعدها عبارة عن سجل اللي بيتكتب اسمه بياناته وبيتحافز داخل الشركة عالكمبيوتر. بيبقى الكل عميل بنتعامل معاه صفحة خاصة بيه. الصفحة دي لها رقم او لها كود اللي هي المقصود بيه سجل المراجعة. كمان نكمل الصورة معنا بيكون موجود فيه تاريخ الديت الاولانية دي. اللي هي تاريخ الحجز بتاعه ان هو جي امتى حجز. بعد كده الفلايت بيتكتب فيها اه 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 شركة الطيران او رمز شركة الطيران وتاريخ السفر. في عندي دي بارتشار الدي بارتشار اللي هي هيطلع من مطار ايه ومعادقه ايه ومعادقه الساعة كام. والارايفل اللي هو هينزل مطار ايه والساعة كام. الكلاس مكتوب هنا ايكونومي. ايكونومي اللي هو اللي هو رمزها هواي اللي هي الدرجة السياحية. بعد كده الميت عايز ايه في الميت عايز ايه سناكس بس ولا غدق ولا اكل. اللي هي سناك ولا لانش. وبعد كده التأكيد هل هو تم تأكيده ولا لسه لم يتم التأكيد. وفي الاخر خالص بيتكتب برضو المرجعية بتاعة شركة الطيران. دي بالنسبة لبيانات سوق نسقط المسافر وبيبقى مع المسافر نسخة منها. نجي نتكلم عن بطاعة الحجز اليدوي والبطاعة دي مهمة جدا جدا وخلي بالك في العملي في الصف الثالث انت هتمسك البطاعة دي ويقتم لها بايدك. فلازم تفهم كويس اوي اوي محتوياتها ولازم تعرف ازاي تكتب فيها. ناخدها بقى كمحتوى واحدة واحدة كده. او الواحدة النام. النام بنكتب فيها اسماء المسافرين. عندك كزا آآ سطر للاسماء بنكتب كزا بنكتب اسماء المسافرين. وخلي بالك اسماء المسافرين اسم في كل سطر اسم واحد. تمام? وبيكون باللغة الانجليزية وبيكون كابيتل عشان نقدر نقرأ بعد كده الكمبيوتر نقرأ لما نيجي ندخلها الكمبيوتر. كمان مع النام بنكتب نوع المسافر. يعني رجل ولا سيدة? طفل ولا رضيع? وهكزا. تاني حاجة الادج. الادج دي المقصود بها سن المسافر. طبعا بتفرق في ايه سن المسافر? بتفرق في سعر التسكرة. احنا خدنا المرة اللي فاتت ان البالغ بيدفع مية في المية من تمنى التسكرة. بعد كده الطفل بيدفع خمسين في المية من تمنى التسكرة. الرضيع بيدفع عشرة في المية من تمنى التسكرة. طب انا هحسبهم ازاي? عن طريق ان انا بكتب الايج او السن لكل مسافر. بعد كده عندي الكونتاكت ادرس. ادرس معناها بالانجليزية عنوان. الكونتاكت ادرس اللي هو عنوان الاتصال اللي انا عن طريقه هوصل للعميل. بعد كده التكتس. التكتس دي بنكتب فيها عدد التكتس او عدد التزاكر اللي تم حاجزها على حسب الاسماء اللي انا كتبها في الاول. يعني لو كاتب اربعة يبقى التكتس اربعة. لو كاتب اتنين يبقى التكتس اتنين. وبيكتب مع تكتس كمان اه نوع كل تسكرة. يعني لو الاربع بلغين يبقى هنكتب اربعة. طب لو تلاتة بلغين وطفل يبقى هنكتب تلاتة ادلت واحد وهكذا. طيب بعد كده بتجد موجود عندي الفير يعني ايه يعني سعر التسكرة. سعر التسكرة الاساسي. مسلا بيتكتب في الفير ده الف جنيه. يبقى كده الفير متكتب في الف جنيه. طيب نشوف نكمل السلايد اللي معنا. بعد الفير عندي التوتل. يعني اجمالي تمان التزاكر. يعني ايه اجمالي تمان التزاكر? يعني التزاكر. مسلا تلاتة احنا قلنا الادلت بيدفع تمان التسكرة كلها. طب التزاكر عندي تلاتة ادلت او تلاتة بلغين. يبقى الفير الف لو التسكرة ب الف جنيه. يبقى الفير الف يبقى التوتل تلاتة الاف جنيه. لو مسلا طفل ومسلا واحد بلغ وواحد طفل. الطفل بيدفع خمسين في المية. يبقى الفير التذكرة الف اساسي. لكن البالغ هيدفع الف والطفلة هيدفع الف هيدفع نص نص الالف. يعني الخمسين في المية. يبقى هيدفع خمسمية جنيه. يبقى في التوتال هيكتب الف ونص او الف وخمسمية جنيه. طبعا كله بالانجليزي ما عنديش حاجة عربي. بعد كده عندي التلفونات. عندي تلات انواع من التلفونات في التذكرة. عندي هوم تلفون وعندي بيزنس تلفون وعندي آآ موبايل لو جالي في العمل هتلاقي بيديني البيانات دي مش هكتب حاجة من دماغي. انا بيقوم بتنفيذ او وضع كل بيان في مكانه الصحيح داخل التذكرة. فانا عندي تلات تلفونات. تلفون المنزل. تلفون البزنس. وتلفون الموبايل. نجي نتكلم نكمل آآ الشريحة. بوكد ويز. بوكد ويز دي بيكتب فيها رمز شركة الطيران واسم القائم بالحاجز. يعني انا محمد انا اللي حاجز. وشركة الطيران مسلا جي اف. يبقى جي اف محمد او جي اف ام. الليه? لان انا لو عملت لو عملت حاجز خطأ مين اللي هيحسب? لو كتبت جي اف ما ممكن اقول انا مش محمد اللي اللي حاجز. ده احمد اللي حاجز او غيره. فبالتالي لازم اكتب اسم القائم بالحاجز. بعد كده عندي الديت. وخلي بالكم انا عندي اتنين ديت في التذكرة. الديت الاولانية دي ديت الحاجز. يعني انا حجزت امتى? انا رحت يوم واحد فبراير عملت عملية حاجز للرحلة بتاعت تلاتين فبراير. يبقى في الديت الاولانية هكتب واحد فبراير. بعد كده الريكورد واحنا قلنا الريكورد ده سجل المراجعة اللي بيكتب اللي فيها بيانات العميل. وتكلمنا عنها السلايد اللي فات. بعد كده الارايفل الارايفل بكتب فيه التاريخ الرحلة واكتب فيه رقم الرحلة. عندي رقم الرحلة من تلات اه ارقام بتكون بعد في المسألة او في في التمرين بتكون بعد اه رمز الرحلة باخدهم كده بست وكوبي واكتبهم في الارايفل. الفلايت دي الخاصة بشركة الطيران. يبقى لازم هكتب رمز شركة الطيران واكتب رقم شركة الطيران او اه كود شركة الطيران. وطبعا كل ده زي ما احنا قلنا موجود في في التذكرة بتاعتنا او في التمرين بتاعنا. دي بقى الديت التانية. الديت التانية بنكتب في تاريخ الرحلة. احنا قلنا حجزنا في واحد فبراير للتذكرة يوم تلاتين فبراير. يبقى في الديت التانية دي هنكتب تلاتين فبراير. عندي جنبها سي ال. سي ال دي معناها الدرجة. الدرجة حسب ما يدهني في المرحلة او حسب مداني في التمرين. لو قال لي مسلا درجة اولى يبقى هكتب في الدرجة هنا اف. لو هكتب لو درجة سياحية مسلا هكتب واي وهكذا. بعد كده عندي فروم. فروم يعني منين? يعني التذكرة دي راحة منين لفين? هتطلع من مطار ايه وتروح مطار ايه? طبعا فروم دي بيتكتب فيها رموز وليست مصطلحات. خلي بالكم الحتة دي. يعني مسلا لو طلع من مطار القاهرة. مش هكتب كايرو هكتب رمزان سي اي اي. بعد كده تو يعني رايح فين بقى? رايح مسلا لندن. يبقى مش هكتب لندن. هكتب او هكتب او هكتب حسب المطار اللي هنزل فيه في لندن. بعد كده اكت اللي ايه عملية الحجز. هل تم حجزه ولا لسه هو حجز بس ما اكتش الحجز. نمبر او ان او دي عدد المقاعد. قال له انت ممكن تقول يا ميز تم احنا كدبيني تيكتس اربعة. يبقى اكيد عدد المقاعد اربعة. لا يا حبيبي لا ما ينفعش. ليه? لان احنا قلنا الرضيع ليس له كرسي. نفرض فين الحجزين. اربعة منهم رضيع. يبقى تيكتس فعلا اربعة. لان الرضيع بيدفع جزء من ثمن التذكرة. ولكن ليس له مقعد. يبقى في الحالة دي المقعد بتاعه هيبقى تلاتة. يبقى انا الان او مش شرط تكون نفس الرقم اللي موجود في تيكتس. بيكون في تيكتس امتى? لما يكون كله بلغين او معهم اطفال. كده كده للطفل له كرسي. فلو تلاتة بلغين واتنين اطفال يعني خمسة. يبقى الكراسي يبقى المقعد اه خمسة. التيكتس خمسة والمقعد خمسة. لكن الخمسة دول لو فيه بينهم رضيع يبقى التيكتس خمسة والمقعد اربعة. بعد كده عندي في اكتوان. اكتوان دي اللي هي عملية الحجز. ان هي تأكيد الحجز. في عندي دي دي وايه? دي وايه دول? اللي هي بقى? ايام الحجز. او التوقيت الحجز. بعد كده هنتكلم عن وصفة عام للحجز بالحسب الالي. لازم يبقى عندي الموضوعات او المعلومات ده هي عندي عن المسافر. اللي هم ايه? اسماء المسافرين. ارقام الهواتف والرحلات. والدرجة. والتاريخ. وارقام التذاكر. والطلوات الخاصة. وحجز الفنادق والسيارات. وعضوية المسافر. لازم يكون عندي على الكمبيوتر الاسماء دي. بالاضافة كمان. ليه? الحاجات دي. الطيرة اللي هيقوم عليها. والرحلة. والدرجة. وتاريخ الرحلة. ووقت الاقلاع والوصول. خليك معي على السلايد. هل انا بكتب الكلام ده بالعربي? احنا قلنا لا بتكتب رموز. طيب رمز الطائرة ما جاء استخدمه اكتبه. بيبقى عبارة عن يا اما حرفين يا اما حرف ورقم. زي ما انت شايفين انا مديك مثال. امثلة فقط. جي اف حرفين. يبقى دي رمز طيارة. كيو سيفن حرف ورقم. يبقى ده رمز طيارة. يبقى انا رمز الطيارة بيجيلي في التمرين. يا اما حرفين يا اما رمز ورقم. خلي بالك انها ممكن يجيلك في الامتحان الحاجات دي في النظري. انت في سنة اولى. ويقولك دي رمز ايه? ما بيقولكش اسم الشركة. لا رمز ايه? طيب رقم الرحلة بتكون عبارة عن تلت ارقام. ده برضو مجرد امثلة. يعني انت ما تاخدش الارقام دي وتذاكرها. تعرف ان الرقم الرحلة عبارة عن تلت ارقام. مية تنوستين ربعمية وسبعتاشر. اي تلت ارقام يديها لك تعرف ان دي رقم الرحلة. بعد كده الدرجة زي ما احنا قلنا انا عندي تلت درجات بعيدة اهو عشان ناكد. درجة اولى ودرجة سياحية ودرجة الجامل الاعمال. يبقى الدرجة بتاعتي هتبقى حرف واحد فقط. بعد كده تاريخ الرحلة. اول ما تلاقي رقم وجنبي رمز شهر. يبقى كده ده تاريخ كده ده تاريخ الرحلة لو جات لك في الامتحان. يعني مسلا لو جي مسلا خمسة يعني خمسة فبراير. جي مسلا اتناشر يعني اتناشر اغسطس. يبقى اول ما شوف رقم وبعدين تلت حروف كده تاريخ الرحلة بتاعتي. طي وقت الاقلع ووقت الهبوط. اللي اتنين زي بعض. طب افرق بينهم ازاي? وقت الاقلع ووقت الهبوط يعني الساعة كامل. بتكتب طبعا بطريق الجريناتش اللي هي 24 ساعة اللي لسه هنتكلم عليها في الحلقة دي ان شاء الله. بنتكلم عنها مسلا اما يديني سبعتاشر عشرين زي انا جاي بالك في المسال هو 1830. اكيد اكيد وقت الاقلع هيبقى سبعتاشر عشرين اللي هي الساعة خمسة وتلت. ووقت الوصول 1830 اللي هي ستة ونص هيبقى هي وقت الوصول. بقى انت تبقى فاهم الكلام يبقى لو اربع ارقام يبقى ده وقت او معاد. اه رقمين. وتلت حروف اللي هي يبقى دي يوم الرحلة. طلت ارقام فقط يبقى رقم الرحلة. حرفين يبقى رقم رمز الطيارة. حرف ورقم يبقى رمز الطيارة. خلاص كده? حرف واحد يبقى درجة من الدرجات. عندي كمان مختصرات هتنفعك ولازم تحفظها وخاصة بمجال السفر والسياحة. نشوف المختصرات دي على السريع كده. فندق. اللي هو الهوتل. برنامج سياحي. جناح. مطلوب. حجرة بسرير وحمام. لان طبعا حجرة بسرير يعني حجرة مفردة. وهي حجرة مفردة يعني سينجل. وبي اللي هو الباثروم. حجرة بسرير مزدوج وحمام. اللي هو دابل بي. حجرة بسريرين وحمام. توين بي سيارة فحمة الكار. طيب. نيجي بقى نشتغل او نتكلم عن صفات العاملين اللي في مجال الحجز والتزاكر. هل صفات العاملين بتبقى صفات واحدة? يعني اقول بيعرف التعليمات بيعرف يتكلم مع الناس كده وخلاص? لا. ده نقسم له الصفات. عندي صفات شخصية وصفات ثقافية وصفات علمية. يبقى ما يجي يقول لك ما هي اهم الصفات التي يجب ان تتوارفر فيه العاملين بالحجز او العاملين بقسم التزاكر? لازم تقول لي ان هناك صفات شخصية صفات ثقافية صفات علمية. ممكن هو بقى يجي يقول لك ايه? اذكر الصفات الشخصية اللي عاملين يبقى هو حدد لك الحتة اللي انت هتتكلم فيها. اذكر الصفات العلمية اذكر الصفات الثقافية. يبقى هو لو حدد لك هتتكلم في الحتة اللي حدد للك فيها. ولكن لو قال لك اذكر الصفات التي اعتميز بيها يبقى لازم تقسمها له. تقول له صفات ثقافية وصفات تعلمية وصفات شخصية. نجي نتكلم او نشوفها زي الصفات. اول حاجة هنتكلم فيها طبعا صفات الشخصية. الصفات الشخصية اول حاجة حسن المظهر. يكون هاد اتباع. يكون مبتسم. ما بوش فوش العميل. اكون بشوش. اكون لابق. اه اجيد الحديث. اعرف اتفاعل مع العملاء. اعرف اه ارضيهم. اكون مسلا قادر على استماع العميل. ما اطيعش العميل. اسمع العميل. اكون منظم. اكون متعاون مع الزملاء. في لو لقيت اي واجب او اي حاجة تتعمل اقوم بالمبادرة واقوم اعملها على طول. دي الصفات الشخصية بتاعتي. طيب الصفات العلمية يكون عندي مؤهل مناسب لمجال السياحة. والجزء ده اتكلمنا عنه الترمي السابق. وقلنا ان لازم يبقى يا اما معايا شهادة في مجال السياحة. يعني مسلا معايا كلية سياحة وفنادق. ومعايا خبرة خمس سنين. او لو معايا كلية اخرى يكون معايا خبرة عشر سنين. خلاص? كمان اكون حاصل على دورات في مجال السياحة والصفر. انا ما اعتمدش على الكلية انا اخدت كلية سياحة وفنادق وخلاص. بس كلية سياحة وفنادق ما ادكنيش كل المعلومات اللي هتجهزني ان انا اعمل في مجال السياحة والصفر. وبالتالي لازم اخد دورات اعرف ايج جديد في الاماكن السياحية. اعرف ايج جديد في القوانين. اخد دورات في مجال السياحة والصفر. كمان اكون ملم بالعمليات الحسابية. طبعا لو انا بشتغل بهدف الربح بفتح الشركة دي بهدف الربح. اه هجيب محاسبين عندي صحيح يشتغلوا لكن اكون برضو ملم بالعمليات الحسابية عشان اتابع شغلي لان دي شركتي ولازم اتابعها. كمان لازم اجيد استخدام كتب الطيران. هل في كتب الطيران? اه في كتب الطيران. الاياتها والاكاوب بنزلوا كتايبات الطيران. دي بتكون خاصة للعملين فقط في مجال والسياحة والصفر. طبعا ما بتكونش مع العملة العميل ملوش دعوة بالحاجات دي. الكتب دي بيكون فيها اللوائح الجديدة لو لو فيها لوائح جديدة. بيكون فيها القوانين. بيكون فيها الرموز الجديدة. الاستكشافات الحديثة وهكذا. فلازم يكون عندي هذه الكتبات عشان اقدر اتشتغل في مجال السياحة والصفر. كمان بجيد اللغة العالمية الاولى على مستوى العالم. اللي هي اللغة الانجليزية. اللغة الانجليزية هي اللغة الاولى على مستوى العالم. بعد كده اللغات الاخرى. فانا لازم على الاقل عشان كده لما بيجي يعملك في الشركة ما تيجي تشتغل بيشوف مدى وصولك في اللغة الانجليزية. لان اللغة الانجليزية دي اللغة الاساسية اللي احنا لازم نكون عارفينها. لان اصلا كمان البيانات اللي انت بتدخلها بتدخلها الانجليزية. لازم تكون تجيد هذي اللغة. بالاضافة كمان ان انا يكون عندي دراية بتشغيل الاجهزة. لو انا عندي جهاز كمبيوتر ومش عارف اشغاله طبعا انا استفيد عليه ازاي? لو عندك جهاز مسلا فكس ومش عارف اشغاله عندك جهاز مثلا الحجزات ده جهاز الحجزات اللي اتكلمنا عنه اللي كده ومش عارف اشغاله. يبقى لازم اكون على دراية بكيفية تشغيل الاجهزة الموجودة عندي داخل المكان. طبعا. الصفات بقى الثقافية الصفات الثقافية لازم اكون على دراية ومعرفة بوكلات السفر لازم اعرف ازاي استخرج المعلومات اكون مطلع على قوانين السفر اكون كثير القراءة والاطلاع والالتزام بقوانين الطيران دي الصفات اللي موجودة اللي لازم ان انا اتفاعل او اتعامل معها مع العاملين اجي بقى اتكلم عن نقطة مهمة او جغرافية النقل الجو اتكد ان احنا الايات فاكرين ترمي اللي فاتحنا مقرها فين في منتريال كندا منتريال كندا دي موجودة في امريكا الشمالية طب عشان منتريال كندا عشان الايات دي تتبع العمل في دول العالم كلها احنا قلنا انها عالمية منظمة عالمية يعني بتتعامل في اسيا استراليا واوروبا زي ما احنا شايفين في كل حتة وبالتالي الايات قسمت العالم لتلت اقسام المنطقة الاولى اللي هي منطقة امريكا الشمالية وامريكا الجنوبية والجزر اللي حواليهم المنطقة التانية اوروبا وافريقيا وجزء من اسيا والجزر اللي حواليهم المنطقة التالتة الاسيا بقيت اسيا طبعا واستراليا وجزر المحيط الهادي وجزر المحيط الهندي طيب جات بقى الآيات كمان قسمتها لك بطريقة تانية قالت لك الاصطلاحات دي ان المنطقة الاولى اللي هي امريكا الشمالية وامريكا الجنوبية دون اسمهم غرب العالم بينما المنطقتين اللي هي افريقيا واسيا واوروبا واستراليا سموهم شرق العالم لازم اختصارات وحروف الجادية مش احنا عملين نقول رمز زهر جي اف رمز جي و ال رمز اي و جي طب الرمز دي اهميتها ايه اول حاجة التأكد من صحة الكتابة تقليل نسبة الخطأ ومنع الالتباس عند تسجيل المعلومات طيب نيجي بقى نتكلم عن الطيران ليه انا بدرس توقيت الطيران اول حاجة عشان اعرف الوقت اللي بتستغرقوا الرحلة يعني الرحلة هتستغرق كم ساعة او كم دقيقة تحديد وقت الطيران الطيارة هتطلع الساعة كام تحديد الساعة اللي تصل فيها الى مطار الوصول يعني الطيارة هتطلع الساعة كام وهتوصل الساعة كام ومدتها اي قد ايه دي الثلاث حاجات بدرس التوقيت عشان طيب التوقيت عندي نوعين توقيت عالمي وتوقيت محلي نيجي نتكلم عنهم التوقيت المحلي عشان هنخلص منه لان العالمي ده اللي يهمنا في مجال الطيران التوقيت المحلي ده هو التوقيت بتاعنا اللي هو الاربعة وعشرين ساعة اللي هي اتناشر ساعة بضهر واتناشر ساعة مساء يعني واحدة بالليل دي نسمعها واحدة صباحا اتنين صباحا تلاتة صباحا نيجي واحدة الظهر واحدة ميم واحدة مساء اتنين مساء بتاعتها مساء يعني متقسمة اتناشر واثناشر لكن التوقيت العالمي التوقيت العالمي بيقسم تبعا لخط وهمي مسمى خط جرينيتش زي ما احنا شايفين في الصورة كده خط جرينيتش ده خط يقسم الكرة الارضية بالطول بيقسم للشرق والغرب خط جرينيتش ده تقريبا في منتصف الكرة الارضية طب خط جرينيتش ده لازمته ايه خط جرينيتش ده يقسم العالم بالساعات يعني يعني ايه بتلاقي فيه مية وتمانين خطه اخرى شرق جرينيتش ومية وتمانين خط غرب جرينيتش كل خط بيقسم الساعة بين البلدين بيقسم الوقت بين البلدين مساعة عشان كده لو تلاحظوا ان الساعة مثلا عندنا اربعة مثلا مساء في مصر في السعودية بتلاقيها خمسة ليه؟ عشان احنا على خط وهم على الخط اللي بعدين يبقى فرر بيننا وبينهم ساعة خلاص ده التوقيت العالمي طب يما بيجي يقولك عرف التوقيت العالمي او عرف خط جرينيتش هنقول ايه؟ هنقول التوقيت العالمي يقسم بخط او يعرف بخط بتوقيت جرينيتش ويتحدد بخطوط الطول عددها تلتمية تلتمية وستين خط طول مية وتمانين شرق جرينيتش ومية وتمانين غرب جرينيتش ده التعريف بتاعها وكل خط بيقسم في الوقت الى ساعة طيب ليه انا بدرس توقيت العالمي في مجال الطيران هو التوقيت المحلي سهل واحدة الظهر واحدة الصبح اتنين الظهر اتنين الصبح خمسة المغرب خمسة الفجر او خمسة مساء خمسة الفجر دي معروف التوقيت المحلي ما فيش وقت نضيع فيه او مش محتاج نضيع فيه طيب التوقيت العالمي الايات اما جيت تتكلم او تقسم او تعمل التوقيت العالمي او توقيت الطيران قالت لك التوقيت بيبقى حسب خط جرينيتش خط جرينيتش قسم لنا اليوم 24 ساعة بييجي واحدة مساء ده ايه اسمها الساعة 13 في خط جرينيتش مثلا اربع مساء اسمها الساعة 16 في خط جرينيتش طيب عايزين نعرف ايه هي اهمية تقسيم التوقيت العالمي اول حاجة بيلعب درهم اوي في البرامج السياحية بعرف من خلاله مثلا انا في اليابان التوقيت ده الصبح في مكان اخر نفس الساعة اللي احنا صحيحين فيها ده مساء لما اجي اعمل برنامج سياحي في اليابان ماينفعش عملت على توقيتنا ليه لان التوقيت الصبح عندي عندهم بالليه يعني الساعة اربعة مساء عندي هتبقى عندهم الساعة كذا بالليل فماينفعش عمل برنامج سياحي يبقى لازم اعرف التوقيت العالمي لازم اعرف الساعة في اليابان الساعة كام او توقيت اليابان بازاي عشان اما اجي اعمل برنامج سياحي ابقى اعمل في التوقيت الصحيح ما بقاش اعمل مثلا مزار من المزارات ادخلهم وهم اصلا في نفس الوقت ده او في التوقيت اللي انا محدد فيها البرنامج هم افلين تمام دي اول حال تاني حاجة ان انا عشان اعد جدول سياحي مش انا قلت بيلعب درهم في البرنامج السياحية يبقى الجداول السياحية بتعد على اربعة وعشرين ساعة طيب ايه العلاقة ودي بقى حتة مهمة اول نشتغل فيها شوية التمارين ايه العلاقة بين توقيت المحلية مش احنا اتكلمنا لو نشوف مع بعض كده احنا قلنا الكرة الارضية بتقسمها خط جرينيتش خط جرينيتش ده ده اسمه خط جرينيتش خط جرينيتش ده احنا قلنا بيقسم الكرة الارضية لشرق وغرب بتيجي الدول اللي في شرق خط جرينيتش عشان بتبعد عن خط جرينيتش بنزود ساعة لكن الدول اللي في غرب جرينيتش بنقص ساعة يعني الساعة لو هنا اتناشر ماشي يبقى في البلد اللي قبل خط جرينيتش هتبقى احداشر بينما البلد اللي بعد خط جرينيتش هتبقى الساعة واحدة خلاص كده طيب عشان كده دايما لو انت فتحت الموبايل تلاقي بيكتب القاهرة وتكتب مسلا او مصر مش القاهرة يكتب مصر واتكتب جنبها زائد اتنين يعني ايه زائد اتنين يعني بتبعد عن خط جرينيتش خطين يعني الساعة في جرينيتش لو الساعة اربعة صباحا في جرينيتش هتبقى في مصر هتبقى الساعة الصبح خلاص عشان كده يقولك مصر زائد اتنين يقولك مسلا نيويورك ناقص خمسة يعني ايه ناقص خمسة يعني نيويورك موجودة في غرب الخط جرينيتش ناقص خمسة يعني الساعة لو اربعة صباحا في آآ خط جرينيتش زا ما احنا قلنا يبقى هنا الساعة في نيويورك الساعة احداشر مسائل اللي هي فرق الخمس ساعات بينهم خلاص كده فيمنا الحتة دي طب ناخد مسال من الامثلة اللي عندنا على السلايب اول مسال بيقولك الساعة في خط جرينيتش هي اتناشر والقاهرة درجتها زائد اتنين زائد اتنين دي اساسي في الخط بتاعنا فما هي الساعة في القاهرة وش احنا قلنا خط جرينيتش آآ بتبعد عن القاهرة درجتين يبقى لو اتناشر يبقى في القاهرة الساعة اتنين الساعة اتنين لأنا ايه هتبقى الساعة اربعة outstanding بتوقيت جرينيتش يعني الساعة اتنين ده. مثال اخر. التوقيت في الكاهرة الساعة تمنتاشر. واحنا عارفين ان الكاهرة موجب اتنين. يبقى في جريناتش كام? يبقى انا برجع للشمال. مش هما كانت التوقيت في جريناتش اتناشر. جمعنا عشان الكاهرة زائد اتنين? لا في الحالة دي الساعة تمنتاشر يبقى هتبقى الساعة ستاشر في خط جريناتش يعني الساعة اربعة العصر. طيب. مثال اخر في الفرق بين توقيت البلدين. مثال مثال توقيت البلدين دي عشان نفهمه. احنا اتكلمنا عن خط جريناتش خليك معايا بقى. احنا قلنا خط جريناتش ده موجود في النص. عندي في بلاد في خط جريناتش دول الموجب. عندي بلاد في غرب جريناتش دول السالب. طيب لما نيجي نشتغل في الفرق بين المدينتين. لو مدينة مثال القاهرة احنا قلنا القاهرة ايه? موجب اتنين صح. ونيودلهي اللي هو الهند موجب خمسة. يقولك الفرق بين القاهرة والهند يعني الحتة دي فرقها كام? ما الفرق بين القاهرة والهند? والقاهرة موجب اتنين والهند موجب خمسة. الفرق بينهم ايه بقى? ان انت الحتة الصغيرة ده ايه? موجب اتنين يعني الحتة دي كلها. من اول جريناتش الاتنين. موجب خمسة يعني من اول جريناتش الخمسة. لكن هو عايز الجزء ده. يبقى معنا كده ان انا هطرح الخمسة ناقص الاتنين. يبقى الجزء ده تلاتة. معنا كده ايه? معنا كده لو اداني البلدين في اتجاه واحد يبقى انا هطرح الفرق بينهم. البلدين في اتجاه واحد يبقى هطرح الفرق بينهم. ماشي? لكن لو الاتنين وبرضو هنا لو اداني اتجاهين. مسلا في اتجاه واحد واحد مسلا في سلب تلاتة. بلد في سلب تلاتة ونيويورك في سلب خمسة. يبقى من اول جريناتش اللي هنا تلاتة. من اول جريناتش اللي خمسة? خمسة. لكن هو عايز المسافة بين البلدين. انا عايز المنطقة دي يبقى خمسة ناقص تلاتة. هيديني اتنين. يبقى احنا عارفنا الفرق بين البلدين لو في لو في اتجاه واحد سواء الاتنين موجب او الاتنين سالب بطرح تاني يبقى انا عندي جريناتش عندي الفرق بين البلدين لو في اتجاه موجب بطرح الفرق بين البلدين اربعة واثنين تلاتة واثنين يبقى هاطرحهم من بعضا هدوني المسافة بتاعتهم واحد الفرق بين البلدين في اتجاه واحد سلب وسالب الاتنين سالب برضو بطرحهم يبقى انا مليش دعوة البلدين دول في اتجاه واحد اهم حاجة عندي في اتجاه واحد سواء موجب او سالب اهم حاجة عندي ان هما في اتجاه واحد يبقى انا كده هطرح الفرق بين البلدين طيب لو في اتجاه اخر يعني لو بلد مثلا كده سالب وبلد موجب دي بقى هنعرفها الحلقة الجاية نراجع نسترجع في الاول قبل ما ننهي الحلقة نسترجع الجزء اللي احنا اخدناه اتكلمنا عن انواع الحجازات استعرضناها وعرفنا ليه الشركات ما بتفضلش الحاجز بالهاتف النقال اتكلمنا عن طرق قواعد الحاجز وعرفنا ايه قواعد اللي انا كعدو شركة طيران لازم اكون ملتزم بيها اتكلمنا عن الصفات اللي لازم تتوافر فيها كعدو او موظف في شركة طيران وقلنا ان الصفات دي صفات ثقافية وعلمية وشخصية وقلنا في السؤال لو جاب لي ايه اهم الصفات هكتبت ثلاث صفات لكن لو حدد لي صفة من الصفات دي هكتب الصفة اللي هو هيحددها بعد كده اتكلمنا عن الاياتة انها قسمت قرار ارضية الى ثلاث اقسام منطقة اولة وتانية وتالتة وعرفنا محتويات كل منطقة وقلنا ان هي عشان تسهل العمل قسمت كمان الكرة الارضية لغرب وشرق وقالت ان الغرب المقصود بها المنطقة الاولى فقط بينما الشرق المقصود بها المنطقة التانية والتالتة اتكلمنا عن خط جرينيتش وقلنا ده خط طولي وهمي بيقسم الكرة الارضية لعدد الساعات وطبعا احنا ما اتكلمناش عن الخطوط العرضية بتاع درجة الحرارة لان دي مش بتاعتنا دلوقتي احنا بتاعتنا خط جرينيتش وقلنا ان خط جرينيتش ده بيقسم زي ما قلنا الكرة الارضية وفيه مية وتمانين اه خط طول في شرق جرينيتش ومية وتمانين خط طول في خط جرينيتش واتكلمنا عن اه ازاي احسب التوقيت بيننا وبين خط جرينيتش واتكلمنا عن ازاي احسب التوقيت بين البلدين اللي في اتجاه واحد ان شاء الله الحلقة الجاية هنتكلم عن التوقيت في ازا كان بلد موجب وبلد سالب او بلد في شرق جرينيتش وبلد في خط جرينيتش هنعرف ازاي نحسب هزي هذا الفرق التوقيت وهنتكلم عن موضوعات اخرى كتير وموضوعات شايقة كتير واتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا معايا وفهمتوا ولو في جزء ما فهمتوهوش ياريت تتواصلوا معنا على اليوتيوب او على الفيسبوك على موقع مصر التعليمية وان شاء الله احنا وقصد العمل بتاعنا هي رد عليك واتمنى تكونوا استفدتوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته